برحب بحضراتكم وبرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور عاري جمه أهلا بكم صاحب الفضل أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا فضل الدكتور لو تحدثنا عن القارئ الشيخ عوضين المغرب رحمة الله عليه وممكن في ناس كتير ما تسمعش عنه قوي مش من القراء المشهورين بالنسبة لعموم الناس يعني ماذا تقول عنه فضلتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا فضيلة الشيخ عوضين محمد المغربي ولد في قرية الخليج وهي من أعمال المنصورة في الدقة أهلية وكان ذلك سنة 1921 ورحل عن عالمنا سنة 1992 يعني وهو يبلغ من العمر واحد وسبعين سنة الشيخ عوضين رحمه الله تعالى رحل كتاب وحفظ القرآن عند 12 سنة بينه في 33 وهو حفظ الشيخ عوضين القرآن وكان متعلق جدا بالناس الأكابر بقى اللي هنا محمد رفعت ومصطفى اسماعيل وعبد الفتاح الشعشاعي والناس بقى اللي هما في الساحة كده متعلق جدا بهم ففي يوم من الأيام الشيخ مصطفى اسماعيل جه يقرأ في المنطقة اللي فيها هو بيسمع كويس ومنجذب للتلاوة وللترتيب دي يفاجه ورح قاعد جنب سيدنا الشيخ مصطفى اسماعيل فلما وهو صاحب صوت حسن جميل جدا فهو قاعد انسجم قوي من الشيخ مصطفى اسماعيل في التلاوات بتاعته وهو بقى بيدي الجوابات بتاعته ده ايه وانا الشيخ مصطفى ما فيش قرار كله الواء في الفوق في العلق قال الله الله يا عم الشيخ بصوت ايه الشيخ فهمه الشيخ مصطفى فهم فالكبار بتاع البلد لانه ده طفل صغير عايزين يبعدوا عن الشيخ علشان ما يزعلش وكده قال لهم لا خلوهن الشيخ امبهر بصوته وهو بيقول له الله الله يا عم الشيخ فشوف الأذن وشوف الرفاهة والرهافة الرفاهة نعم والرهافة في الحس لازم يقعد هنا أحده جنبه وطبطب عليه وبعدين قال له خلي بقى انت حفظ القرآن قال له قال له يبقى أنا بنصحك تنزل طنطة علشان تتعلم القراءات وعلشان تتعلم الأحكام كويس وعلشان الحاجات دهين قال له حاطر أبوه سمع الكلام راح موديه ده طنطة كان فيه بقى واحد من الكبار الكبار من العلماء اللي الناس دي كلها طلعت على ده اسمه الشيخ إبراهيم سلام إبراهيم سلام ده هو كان يعني ايه الحجة بتاع القرآن والقراءات في المسجد الأحمدي في طنطة هو تخرج بي بقى الشيخ عواضين يعني قرأ القرآن بالقراءات على سيدنا الشيخ من إبراهيم سلام اللي هو مين بقى ده شيخ محمود خليل الحصري شيخ في الشيخ الحصري ايه شيخ واللي شيخ الحصري قرأ عليه مهمة غربية برضو اللي قرأ عليه والناس انبهرت هنا بتقولوا مين شيخك يا ابني ده الشيخ إبراهيم سلام فالشيخ إبراهيم سلام كان ملكي وكان من علماء الأظهر الكبار والشيخ بقى التحق بالمعهد وخلص السنوية وبعدين ما اقترش ان هو يشيل الشغف بتاع تتبع القرآن والقراء وليالي القراء ويسافر ليهم ويروح ويجي وكذا إلى آخره عواضين المغربي يعني كان لما تسمعه تفتكر انه رفعت بيقول لأنه كان من مدرسة رفعت وهو بيقلد رفعت في بدايات الأمر كانوا كلهم يقلدوا رفعت بس فيه بقى بيقلد رفعت تكتشفه بعد 3-4 آيات لا ده ليه ترتيل في سورة طاها لا من أولا لأخيرها مش ممكن تقول انه هو مش رفعت من فرقش ما بينه ما بين الشيخ محمد رفعت لا صعب صعب الشيخ رفعت كان كان مسايدر كان مهيمن على الفترة دي واضح وعلى القراء وعلى الناس وعلى الناس وكانوا يحبوه وهو كان راجل طيب الشيخ عواضين يبقى اذا هو تعلم التعليم ده لغاية ما وصلنا إلى سنة 51 الناس قالوا له لا انت يعني ده انت من المتقلمين لازم تروح تقدم في الإزاعة ونجح ولكن كان فيه عيد ميلاد لأحمد فؤاد الأمير أحمد فؤاد الأمير أحمد فؤاد ابن الملك فاروق عاملين له ليلة جابوا الشيخ عواضين أرى فراحت مجلة المصور مصوراه وهو بيقرأ ومنساجن بقى في الليلة دي الملك وابن الملك طيب ومشت الأيام وقامت الصور في سنة 53 حصل حاجة كان عاملها واحد مسك الحرس الجمهوري الرجل ده عمل حاجة في الإزاعة اسمها الجرد 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 على المكاتب والكراسي والحاجة لا لا مين اللي كان واقف معه العهد البائد طيب كل المقرئين وكل المطربين كانوا من العادة فارح أوقف إزاعة أمو كلسوم لأنها غنت للملك وأوقف سيدنا الشيخ عواضين لأنه صورته ظهرت في يوم ميلاد أحمد فؤاد والصحافة نشرتها ده ما فيش قارئ إلا لما أعرف أصر عبدي أمو كلسوم عبد الناصر في الفلوبة كان يفتح ويتمزج أو يكيف من صوتها فبيفتح الإزاعة ما فيش من كلسوم يفتح الإزاعة ما فيش من كلسوم قال يا أخوانا هو فين أمو كلسوم قالوا له لا دي بتاعت العهد البائد قال لهم على فكرة نهر النين بتاع العهد البائد ده كان رد عبد الناصر والأهرمات من العهد البائد فيه يعني كانت الحاجات دي تحدث من وراه بس طبعا سيدنا الشيخ عواضين ما هو ما سمعهوش رحم رجع مكلسون بالأمر ورجع كثير من بتاع الجرد ده اللي عمل الجرد ده رجع كثير منه لكن الشيخ عواضين سكت وتوقع الله يعني أصرها في نفسه وخلص أم ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه من السنتين دول 51-52-53 بالإضافة إلى المعرفة اسمه شاع في البلاد والعباد طب عوذرنا يا مولانا قبل بقى برى ناصر هل كان ليه تواصل مع رئيس عبد الناصر هل زي ما كان مكتوب بعد كده بعد كده بعد كده ليه بقى تواصل مع رئيس عبد الناصر بعد كده وهيرجع الإزاعة بقى وكل حاجة بقى لكن هو كان بتجيه دعوات من الخارج قدم في الوزارة فراح في رمضان راح 42 دولة 42 دولة 42 دولة منهم البرازين ومنهم فنزويلا ومنهم ومنهم الولايات المتحدة ومنهم ماليزيا واندونيسيا والباكستان والهند ووائد الأخرى واخد بالك راح 42 دولة